أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزيزي المشاهدين كابتل رمضان بكرة مباراة مهمة جداً جداً في تاريخ النادي الأهلي أول نهاردة بقى خلاص ساعة عادة الرشاة يا أهلي النهاردة عندنا مباراة مهمة جداً مع واحد من الفرق القوية طبعاً يعني الناس ما تفتكرش أننا راح نقل قبل كسبناه السنة اللي فادت وبالتالي نقدر نكسابه السنة دي يعني بسهولة لا لا هم أولاً عملوا تغيير في فرقتهم كتير قوي عشرين سنة عملوا تعاقدات جديدة الحقيقة فرقة مميزة جداً 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 الحقيقة عندهم الحقيقة القط الوسط هم أوقات يلعبوا نفس طريقة موسيماني بتلاتة أربعة ثلاثة يهيه اه في مرات لهم لعبوها كده يعني الراجل ما بيثبتش مش بيثبت الطريقة في مرات شغط لعبها بتلاتة أربعة ثلاثة وفي مرات شغط لعبها بالأربعة أربعة ثلاثة واحد الطريقة اللي بيلعب بيها لكن هو فيه أوقات بيلعب بكده فهم عندهم كمان نجوم كبار جداً مصبوط طب هو فيه حاجة السنة اللي فاتت احنا قابلنا بالميرس كويس كان مستر موسيماني بيلعب بطريقته المعتدى أربعة ثلاثة واحد استنادي مستر موسيماني هيقابلهم بالطريقة اللي هو سنة دي بيفضلها تلاتة أربعة ثلاثة لو انت حضرك مكان مستر موسيماني تلعب بنفس الطريقة بتاعت الموسيم اللي فات اللي هي واصلتها ان احنا نلعب رقلات ترجيح وكسبنا واخدنا المركز التالت ولا تصمم على تلاتة أربعة ثلاثة اللي بيلعب بيها مستر موسيماني السناتي لا طبعاً اصمم على تلاتة أربعة ثلاثة ليه؟ ليه؟ لأن احنا كان عندنا مشكلة كبيرة كبيرة جداً 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 لموسيم اللي فات في المساحات بين الخطوط في التالتة الدفاع ايه مساحات خطيرة وكننا يعني للأسف شريد في فرق كتيرة مجرد انها كانت بتضيق مساحات وتلعب على المرتدة بتستغلي المساحات اللي فاضية عندنا كان بنخسر بيها بناط لكن هو يعني تفادى النقطة دي في انه هو بدأ الموسيم السبع مباراة او التامة مباراة اللي هو بدأهم الحقيقة في المسابقة بتغيير طريقة اللعبة في الدورة بتغيير طريقة اللعبة بتلاتة أربعة ثلاثة حمدي فاتحي غطالوا كل المساحات اللي كانت اي فرق كان بتستغلها وهو دلوقتي طبعاً حمدي فاتحي طبعاً من اللعيبة الكبار جداً 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 في تيم النادي الاهل ولعيبة زي ما قلت لك فرق في خطة فع النادي الاهلي بالتيم كله الحقيقة لانه هو ابتدى يغطيلك كل المساحات اللي بتفضل اي مساحة بتفضل ناحت الشمال بتفضل ناحت اليمين بتفضل في العمق فهو كان بيغطالك الحقيقة وكان عملها بامتياز نفس الحكاية هو مش هيغير هيلعب بياردك بنفس الطريقة انا بس يمكن مختلف شوية اي من قشرف يخش يعني اي من قشرف يخش مع ربيعة مع ياسر وبيطلع محمد هاني ناحت اليمين يبقى محمد هاني وقفشة وقاليو ديانج وعلي معلوم وفوق انا في رأيي كمان انه هو لازم يشتغل بنفس التلاتة لازم يشتغل بنفس التلاتة لازم يشتغل بطاهر كراس حربة وهقول لك حاجة ده من الحاجات يعني العجيبة ان ده من اميز مباراة طاهر انا فاجئني صراحة مصطور لان اولا عنده حطة السرعة اه طبعا سرعة واضحة جدا وحتى الاتحامات الهوائية خدا كلها طبعا مفيش كرة عالية انا كان سؤال يا كابتل لحضرتك لو انت المدير الفني مش هتلاعب ولا واحد من الدوليين لا هو الايمن اشرف ايمن اشرف بس 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 وشريف وشريف بقى معاك ياخد جزء لكن الباقي برا خالص معاك معاك اه لا معاك انت قيمة كلها عندك اه طبعا انت عندك مثلا مجموعة لبرا كلهم يعني بواحد خالص يعني صغيرين لكن انت حط القيمة كلها ايمن معاك على بدك لكن اللي تبدأ به ايمن اشرف وايمن اشرف كمان لو تلعب بحتة الثلاثة دي هيغطي لك الحتة التمايز اللي عندهم في الحتة اليمين عندهم الحقيقة وابقى قافل هو وعلي معلول طبعا بشكل كبير جدا وورا بعض صح اه طبعا هيقفله الحتة دي بشكل كويس لكن طبعا المغربة ناشئ كويس وكل حاجة لكن طبعا الامور صعبة يعني لو ايمن يبقى افضل لو ايمن يبقى افضل بس هناك التجاه له والتفكير هيبقى أنا هلعب ايمن طب ما لعب محمد شريف يعني بالنسبة البيت أنا يمكن هقولك حاجة أنا بس قلت ديت طبعا محمد شريف طبعا المهاجم الاساسي بتاعنا وهدف الدوري معنا الموسم اللي فات ولعيب طبعا من المهاجمين المميزين جدا في مصر الحقيقة لكن هو الحقيقة برضا كنا بقول على محمد شريف ظلم الفترة اللي فات يعني برضا لما تيجي تعمل لها تقييم كده حتى من ناحية نفسية ايمن لا هو ظلم ظلم بشكل كبير جدا يعني يعني اكتر لعيب في منتخب مصر في الكاميرو والظلم أنا في رأيي محمد شريف خلينا بعد بس من اكد كابتن رمضان من كابتن اسلام سلبية مسحة لعيبة نادي الاهلي الدوليين اللي هم لسه رايحين لامارات من فترة وسيفة كويس جدا اذا لعيبة نادي الاهلي الدوليين مسحة سلبية وبالتالي هم متاحين من الآن لبيتسو موسماني غدا سلبية مسحة لعيبة نادي الاهلي الدوليين الخامسة وبالتالي هم متاحين ان هم يكونوا للموسيماني هيلعبوا ولا مش هيلعبوا مش بتاعتنا ولا بتاعت حد بتاعت بس بمناسبة كلام كابتن اسلام هيلعبوا او مش هيلعبوا لو حالك مدير فني وعندك فريق زي الفريق اللي لعب المورا الأولاني واجادوا وتفوقوا في بعض الفترات برغم النواقص وبرغم الغيابات على فريق كبير زي مونتراج وكسبوا المباراة وجولي اللعيبة الدوليين او جاء دعمة او جاء اضافة حضرك كمدير فني تفضل تلعب بنفس الفريق ولا ممكن تستعين بواحد او اتنين بغض نظر عن اسماء مش هنلم يعني حضرك قلت ايمن اشرف بغض نظر عن اسماء كمدير فني ألعب باللعيبة اللي كسبت بها ولا اشير منها حد لا اعتقد اننا هعمل اضافات بسيطة جدا لو في لعب مركز مركز اللي هو ممكن يبقى عندي فيه نقص بشكل كبير جدا اللي احنا كلمنا فيه ايمن اننا هلعب بايمن اشرف لا هلعب بنفس المجموعة دي هقول لك حاجة المباراة سيد يا كبت برضو هنا ممكن ننظر يا بدارس عندك اه انا هقول لك ليه انا عاوز اقول ليه اسلام انا عاوز اقول ليه اه تفضل اسمع انا اسمع اه اقول لك ليه اولا المباراة دي انا في رأيي انا في رأيي من افضل مباراة النادي الاهلي في مشاركاته في كلاس العالم الاندية انا مباراة مباراة المنترية اه منترية اللي فاتت دي